السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله هنبدأ نشتغل في طاقم عمرية بتلت قرانيش سهل جدا ولكن قبل ما أبدأ أشتغل فيه حبة بس أطمن الناس اللي سألت على أحمد ابني أولا أنا بشكركم جدا 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 الناس اللي اتصلت فيه أو كتبت في التعليقات أو كتبت في التواصل أنا بشكركم جدا ويا رب يكون دعواتكم دي في ميزان حسناتكم وربنا يتقبل منكم أحمد كويس الحمد لله هو بس هيعمل عملية يوم الحد أو الخميس الجاي بأمر الله ادعوله كده إن شاء الله يقوم بالسلامة هو كان بيعد الشرع وهو راجع من الشغل في التجمع الخامس وبعد ما عدى عربية قصرت بالخطأ فضربته الحمد لله رب العالمين قدر الله ومشاء فعل حصل بس شرخ في رجله جبسها وفيه عملية شرايحه ومصميره كده هتتعامل في كتفه إن شاء الله احنا منتظرين بس قرار علاج على نفقة الدولة وإن شاء الله يعملها في مستشفى الهلال الأسبوع الجاي بأمر الله متشكرة جدا لكم ولدعواتكم وربنا يجعلوا في مزان حسناتكم يا رب تعالوا بقى نشوف احنا هنشتغل في التقم ده ازاي وهنعمل في ايه أول حاجة يا جماعة أنا معايا تلاتة متر قماش يعني متشنج تلاتة متر وتلاتة متر حابين تعملوا الطقم كامل لون واحد هتاخدوا ستة متر حابين تعملوا منقوش وسادة كروهات وسادة أيا كان قماش مصرية قماش عمرية قماش جلاس كل القماشات الموديل زي ما حضراتكم عايزين يعني يعملوه زي ما حضراتكم تحبه هتشوفوه في الآخر إن شاء الله هو سهل وبسيط جدا طبعا احنا قصينا كتير في الكاميرا وزي ما حضراتكم عارفين إن أنا بيبقى المساحة عندي ما بتساعدنيش إن أنا أقص في الكاميرا فأنا بتمنى يعني لو حضراتكم تحضروا وراء وقلم عشان أقول لكم المقاسات المزبوطة اللي هتعملوا بيها الطقم ده طبعا زي ما حضراتكم عارفين أنا دايما بحب أعمل سرير 180 عشان يبقى كبير لإن دلوقتي المراتب بتاعة العرائس كلها عالية فاحنا بنعمله للسرير 180 على أساس إن السرير بقت كبيرة والمراتب عالية فالمالية لما تبقى كبيرة بتبقى أفضل طيب أول حاجة هنعملها إيه أنا همسك القماش كده واحدة واحدة همسك الأول الفاتح ده وزي ما بقول لحضراتكم تقدروا تعملوه أي قماش يعجبكم يعني شكلوا الماتشنج زي ما حضراتكم عايزين بس المهم إن إحنا عايزين 6 متر 3 متر و3 متر أو 6 متر على بعد لو هتعملوا لون واحد طيب أنا أخدت الثلاثة متر كل اللي عملته في الثلاثة متر إن أنا أخدت الأول 10 سنتي دول هعمل بيهم كورنيش على الخددية بال10 سنتي دول بعد كده أخدت 40 سنتي أسمتهم نصين بالطريقة دي كده عملتهم كورنيشين كل اللي هعملوا فيهم إن أنا هاخد كورنيش يعني هاخد واحدة كده بعرض القماش اللي هي 20 سنتي دي هركنها على جنب وهاخد اللي هم العشرين سنتي التانيين هقسمهم نصين هاخد نصهم أهو كده بسم الله يبقى أنا هياخد للكورنيش بتاع الملاية عرض ونص عشان أعمل كورنيش واحد آآ من الفاتح ده النص اللي أنا أخدته ده آآ هقسمه نصين عشان أعمل بيه كورنيشة للخددية التانية يبقى أنا خدت عشرة سنتي عشرة سنتي بعرض القماش هعمله لخددية والعشرين سنتي دول اللي هي بنص عرض القماش يعني معي عشرين سنتي بعرض آآ متر وعشرين هقسمهم نصين واعملهم لخددية طبعا إحنا هنشوف الكلام ده وإحنا بنفصل الخددية أهو هقسمهم كده نصين هيبقى معي برضو عشرة سنتي بتول مترين وأربعين واحدة فيهم هعملها الخددية والتانية هعملها للخددية التانية باقي التلاتة متر أنا أخدتهم هعملهم لقرسة السرير للملاية لأن إحنا عارفين إن إحنا بناخد الملاية مئة وتمانين سنتي أربعين سنتي من جنب الحيطة وبننزل النزول خمسين سنتي يبقى بنحتاج مترين وسبعين لو السرير متر وتمانين لو السرير متر والستين بنقلل العشرين سنتي تمام طيب أنا محتاجة إن أنا هعمل الكرنيش هحط كرنيش واحد من تحت والباقي هعملوا من فوق الملاية زي ما حضراتكم هتشوفوا في التفصيل يبقى أنا بياخد زي ما قلت لحضراتكم كده نص متر من تلاتة متر بياخد نص متر عشرة سنتي اللي بعمل بيهم للخددية والاربعين سنتي بقسمهم نصين ودي كده الملاية والشريتين دول اللي أنا هعمل بيهم الخدديات تمام طيب عشان حضراتكم تكتبوا يبقى هتقصوا أربعين سنتي وتقسمهم نصين عشرين وعشرين وهتقصوا عشرة سنتي يبقى خمسين والمترين وخمسين هناخدهم للملاية طبعا الرجل بيبقى نزود حوالي خمسة ستة سنتي كده دول بنسيبهم في الملاية طيب ده بالنسبة للأمياش الفاتح عايزين تعملوا القرصة بالغامق مفيش مشكلة خالص اعملوا اللي أنا عملته ده اعملوه في الغامق تمام حضراتكم بتشكلوا الملاية أو الخدديات على حسب منتوا عايزين طيب بالنسبة للتلاتة متر دول أنا قطعت أول حاجة خمسة وخمسين سنتي دول للخددية قطعت مية خمسة وتمانين سنتي عشان المخدات الأكبيرة معايا ممكن تقطع مية وتمانين بس أنا عشان لقيت التلاتة متر برضو زايدين شوية فزودت الخمسة سنتي في الأكياس المخدات دول هنعمل بيهم المية خمسة وتمانين دول هنعمل بيهم كسين مخدات وهنعمل بيهم خددية تمام والخمسة وخمسين سنتي دول هنعمل بيهم خددية اللي تبقى معايا حوالي ستين او حوالي اه اتنين وستين تلاتة وستين في الحدود دي كده اه هقسمهم على تلاتة زي ما حضراتكم شايفين كده بقسمهم على تلاتة وهفتحهم من بعض بسم الله انا انطبقهم على بعض كده هفتحهم كده عشان يبقى معايا تلات شرايط كل شريط عشرين سنتين هو بالنسبة لنا عشان القماش كانت زايدة شوية هي حوالي واحد وعشرين او اتنين وعشرين سلطي مش مشكلة لان انا لسه هعمل اوبر على الحرفين بتوع الكورنيشة دي معايا كده تلات شرايط اهو هعمل شريطة ده كورنيش وده كورنيش الشريطة التالتة دي انا هقسمها نصين واحطها عشان نكشكش بيها الكورنيش كده بقى بقيت معايا اهو عرض ونص ليه كورنيش وعرض ونص الكورنيش كده ده كورنيش وده كورنيش يبقى انا معايا كده تلات كورنيش كورنيشين من الغامق وكورنيش من الفاتح وزي بقول لحضراتكم عايزين تعكسوا اعكسوا طيب دلوقتي دي الكورنيش معايا بقى الخدديات والمخدات هنشوفها نقصهم ازاي معايا كده 55 سنتي احنا طبعا متفكين ان الخددية 50 في 70 احنا عشان نعملها كبيرة وتبقى كويسة معانا بنزود 5 سنتي في الطول و5 سنتي في العرض يعني بنعملها 75 في 55 عايزين تعملوها 50 في 70 ماشي لو بتحبوها تبقى محكومة شوية براحتكم يعني بتزودو الخياطة على حسب ما انتوا عايزين من 70 ل 75 ومن 50 ل 55 عاملوه ما انتوا عايزين طيب بالنسبة للخددية اللي احنا بنعمل فيها كورنيش داير ما يدور بنقطع ال 75 وش و 75 ضح وبنعمل القلاب 20 سنتي او 25 سنتي على حسب ما احنا عايزين طيب انا الخددية دي عايزة عاملها كطعة واحدة وهركب لها الكورنيشة وهي مقفولة زي ما هتشوفوا حضراتكم في فيديو التقفيل ان شاء الله طيب يبقى انا هعمل ايه انا مش محتاجة ازود الخمسة سنتي دول لان انا هعمل الخددية كطعة واحدة يبقى انا محتاجة اخد 70 اهيه هياخد 70 وهياخد كمان 70 ضح يبقى اخد 70 وش وهياخد 70 ضح والقلاب ممكن حضرتك تخديم من 20 ل 25 على حسب ما حضرتك عايزة انا هياخد 20 او اخد 25 لان انا دايما بحب اعملها 25 يبقى احنا اخدنا 70 و70 و25 يبقى اخدنا كام 165 هتنلقماش كده اهو الجزء اللي هيطلع ده لو انا حب اعمل فيونكات اه حب اعمل حاجة ماشي اه او هو هيفيد معايا تمام اه لو حب ازود في القرانيش لو عايزة اكاشكش شوية وازود الجزء ده في القرانيش ممكن ازوده في القرانيش اه على اساس ان انا اكاشكشها شوية كمان ازوده فيها تمام طيب اه بالنسبة لدي انا مش هعمل فيها حاجة خالص غير اني واحنا بنخيط ان شاء الله هتني الحرف اه هتني الحرف كده هياخد 25 سنتي الاول اهو يعني انا اول حاجة هعملها وانا بخيط هتشوفوا معايا في التقفيل هتني الحرف ده وهتني الحرف ده تمام هياخد بعد كده بعد التاني هياخد العشرين سنتي اللي انا هاخدهم بعد ما تني هاخد كده هقلب كده هيبقى ده القلاب وهيبقى وهقلب ده كده وهيبقى ده اهي الخددية بالطريقة دي كده اهي هتبقى كطعة واحدة هعلم بقى انا وانا بخيط هعلم علام كده وعلام كده نركب عليه الكورنيش هنشوف مع بعض ازاي كده دي اول خددية اتقصت معايا طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل كيس المخدة كسين المخدة والخددية التانية ازاي بفرد كده معايا القماش بالطريقة دي وبياخد الخمسة وخمسين سنتي بتوعي بتوعي الخددية اهو بخلي البرسل اهو البرسل معايا كده تمام وبياخد كده خمسة وخمسين سنتي اهو بتني القماش كده واحطه على بعضه بالطريقة دي كده عشان الفتحة اللي هفتحها دي تكون مزبوطة اهي شقة صغير كده وبعدين سنتي بتوعي القماش بالطريقة برضو زي ما عملت في الخددية اللي فاتت هياخد خمسة وعشرين للقلاب عايزة تاخده عشرين خد عشرين هياخد خمسة وعشرين وهاخد سبعين وكمان سبعين وهعمل الخددية بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها الخددية اللي فاتت دي طولها مية خمسة وثمانين انا هاخد منها مية خمسة وستين للخددية التانية بالنسبة للقماش الباقي ده اللي انا هعمله كسين المخدة برضو بخلي البرسل كده على يميني عشان ما اطلق بطش بتن القماش على بعضه لو الطقم مش باين انا حاول ان انا لما اعمل الملاية احطها لكم عشان شكلها يبين هحاول احطها لكم على وش الفيديو كده عشان شكلها يبين تانية القماش كده عايزة بس اقيسه طبعا احنا زي ما اتفقنا المخدة بنقسها على طول السرير سرير مية وستين بناخد مية وستين سرير مية وتمانين بناخد مية وتمانين كده وبناخد العرض تسعين بزود شوية عشان التانية انا معايا دي كده اهي حوالي اه اتنين وتسعين او تلاتة وتسعين كويس جدا يدوب على ما قتني هشق القماش كده بالطريقة دي زي ما احنا متعودين بنشق اشق صغير وبعدين بنفتحه كده طبعا المماش الجديدة اللي بتتفرج معانا جداد معانا اه اوعي تشق القماش ويكون البرسل كده من فوق او من تحت هتيجي تشقي كده هتلاقي القماش بوزك معاك لازم واحنا بنشق يكون البرسل كده يئمة علي منا يئمة على شمالنا وبنشق ما بيحصلش حاجة خالص وبكده احنا بنكون قصينا اللطق وان شاء الله الفيديو الجاي هنشتغل في الملايا نشوف هنعملها ازاي هي سهلة جدا المبتدئات ان شاء الله اتمنى يكون الفيديو بسيط ومفيد بالنسبة لكم لو في اي اسئلة قلوها في كومنتات وانا ان شاء الله اجاوبكم عليها ومرة تانية شكرا لكل الناس الجميلة اللي سألت على احمد ابني شكرا لكم سلام عليكم